التعليم والعزيمة وتقدير الذات أسلحة تسلحت بهما سماح عبادي لتكسر حواجز التهميش وتتخطى الحدود المجتمعية التي تفرض على المهمشين لتتمكن من التدرج في عملها وتتحول من عاملة نظافة إلى رئيس قسم في مكتب المالية بمحافظة إيب كان أول عملية أول متوظف كفراشة أطمح أنني أكون مثل البنات أشتغل كمبيوتر طباعة أجلس بإدارة رغم أنني كن كأجلس أنويهان وأكل أنويهان وأشرب أنويهان يعني ما كنكش أحس بفرق بس لما أبدأ أنني أأخذ المكنوس كيف يعني ما بش فرق أحس بني أنويهان أني عندي شهادة أني أدرس هان درسين أني أقدر أطبع أني أقدر أعمل العمل اللي أعمل أنه ما بش فرق لش يعني ما طورش نفسي وأقدم طلب للمدير وبعدين والله أقولك يا الله أقدم على الله والله قدمت له طلب أنني أمسك إدارة أو طباعة وبعدين يعني اشتغلك أول شي مختصة عند مديرة الإدارة وبصرت عملي يعني كويس واذق على ضرور أن أنت تترقر رئيسة قسم قل كلا اللي تبصره يعني بعدك قل كلا كيف عملي قال جيد والله أطلبك ترقية ما قصروش وطلعك رئيسة قسم زميلتنا الأخت سماح عبادي والذي عملت لدينا من دون عمة أظافرها كفراشة وكان عمرها ما بين 15 إلى 16 سنة ولم تتوانى ولم تتيأس فتطورت نفسها وحتى وصلت اليوم إلى رئيسة قسم في إدارة الشؤون الإدارية وهذه تعتبر من المنجزات التي قامت بها الأخت سماح احترام متبادل بين سماح وزملائها وزميلتها والذين يرون فيها مثالا للموظف المجتهد والإنسان الراقي في تعامله مع الآخرين مما جعلها تحوز على ثقتهم وعلى ثقة رؤسائها في العمل كان المدير يستأمنني على مال على اكتماع ما يدخل شح هذا الاجتماع إلا أني وأنا يكون كفتخر بنفسي والله الحمد لله يعني لقى إقبالنا الموظفين يا أستاذة سماح يا أختي سماح يا لحدك والآن والله كلهم محترونين نحنا ما نتعاملش بفرق بيننا وبين زملائنا نهائيا والاختلاف بين الأجناس هذا ما يعنيش أن نحنا ما نتعامل بالعكس يمنية ولها جميع الحقوق في اليمن وزينا زيها ما فيش أي فرق نحن والأستاذة سماح من فترة طويلة يعني زملاء من 2004 يعني من موظفة أنا وهي يعني من الناس الجيدين التي تمتاز في المكتب المالي يعني سلوكا وآدبا وعاملا سماح أم أيضا لسبعة أطفال أيتام عملت جهدها على تعليم أطفالها وتشجيعهم على إكمال التعليم لإيمانها بأن التعليم هو السلاح الأقوى في مواجهة المجتمع والاندماج فيه أنا الآن أدرس أولادي وأتمنى أنهم يدخلوا الجامعة ويتخرجوا ويتوظفوا ويبقوا أحسن مني وأنا أتمنى أنني أكمل تعليمي بس الظروف ما سمحت الشليم هذه حاجة ممتازة وجيدة جدا يعني أنه أولا أنه رئيسة قسم تكون يعني يكون شخص مهمش وأيضا في إمرأة فنتمنى يعني يكون فيه تمكين أكثر للمهمشيات هي عنصر عنصر يعني بإمكانها التفعيب كانها كأي فرد من المجتمع سواء العامل في القطاعات الحكومية أو في الكذا فهي من حقها كأن تطمح وأن تنظر للمستقبل والتبريز مش ما يختصر علىه كن إنسان متعلم وإنسان سواء كان مهمش أو كان شخص آخر من حقه أن يطمح ومن حقه أن يشارك في العمل وفي المجتمع طبعا المهمشين يعانوا من ظروف وحالات يعني قد ربما يكون فيه نوع من البساطة وهم بحاجة إلى أن ينظروا إلىهم كجزء من المجتمع وهذه قناة سعيدة خلال زيارتهم هذا والبحث حول هذا الموضوع يعني لفتة كريمة للنظر في ما يعانونها أولئك المهمشين ثلاثة مليون مهمش في اليمن رقم كبير يوجبوا على المنظمات الدولية والمحلية والجهات الرسمية عمل خطط وبرامج لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع وتعزيز النماذج الإيجابية لهم بتسليط الضوء عليها لتكون حافزا لهم للعمل على الخروج خارج دائرة التهميش